افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة البرج الإيطالي غرب غزة الذي تم تدميره من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في العدوان على قطاع غزة عام 2014 وكان الافتتاح بحضور السفير الإيطالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدد من الشخصيات الاعتبارية وسكان البرج الذين قدر عددهم ب350 فردا قدوا قرابة عشر سنوات بلا مأوى كل هذه الظروف المعوقات استطعنا الحمد لله بجهد جماعي وبتوجهات من الرئيس والحكومة الفلسطينية والسكان أن نتغلب عليها لنصل لهذا اليوم السكان ونحن في هذا البرج عنينا من القصف المباشر من قبل الاحتلال إسرائيلي عام 2014 وعنينا لمدة تسع سنوات من التشرد والانتقال من بيت إلى بيت وعدم الاستقرار الشعور بعدم الاستقرار ومعالجة الأثار النفسية للأطفال الذين تعرضوا للقصف بشكل مباشر لهذا البرج اليوم فعلا فرحة لا توصف يعني إشي داخلي مش قدرين نعبر عنه لكن إحنا الحمد لله يعني أنه وصلنا لهذا الوضع لهذا اليوم بنوجه للشكر للحكومة الإيطالية على دعمها وعلى فريق وزارة الإسكان ولا كمان لا السكان لصبرهم على طول الفترة هذه والمعاناة مشروع إعادة إعمار البرج الإيطالي بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة تعاقدية وصلت إلى ثلاثة ملايين ومئتي ألف يورو تم بإشراف وزارة الأشغال حيث يتكون المشروع من ثلاثة أجزاء البرج السكني بواقع ثمان واربعين وحدة سكنية ومحل تجارية ومكاتب والمجمع التجاري بواقع ثلاثة طوابق والآن أصبح يصلح للحياة بعد التدمير